يشهد القطاع السياحي في السعودية نقلة نوعية مع الإعلان عن مشروعات ضخمة تضع المملكة على خارطة الوجهات السياحية العالمية هذه النقلة تكللت بالإعلان الأخير للأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن إطلاق مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية من نوعها في السعودية ومن المتوقع أن يحدث المشروع الجديد الذي من المقرر أن يتم وضع حجر الأساس له بحلول عام 2018 فورة كبيرة في قطاع البناء والتشييد إلى جانب توفير الكثير من فرص العمل للسعوديين وتشجيع تضفق الاستثمارات الخارجية التي بالتأكيد ستحرص على الاستفادة من التحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على عوائد النفط ويتزامن إطلاق المشروعات الترفيهية الكبرى بالمملكة مع التوسع في الفنادق حيث قدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني نمو عدد الفنادق بالمناطق السعودية خلال العام الحالي بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 2036 فندقاً تضم أكثر من 506 ألاف غرفة وتعتزم المملكة استثمار مليارات الدولارات في تطوير العديد من المشاريع في مجال السياحة الثقافية فقد رسدت أكثر من ملياري دولار لتطوير هذا القطاع في إطار رؤية 2030 حيث سيتم زيادة عدد المتاحف العامة والخاصة من 155 إلى 241 متحفاً وزيادة عدد المواقع الأثرية من 75 إلى 155 وزيادة عدد الأنشطة والأحداث الثقافية من 190 إلى 400 فعالية سنوياً السعودية تطمح إلى التحول إلى وجهة سياحية عالمية مستفيدة من وقعها الجغرافي والاستراتيجي وإرثها الحضري والتاريخي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر